ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله شدد الملك على أهمية تكوين المهن وضرورة الولوج للمعاهد المتخصصة ويرى متتبعون أن خطاب الملك كان دكيا وواضحا يدعو فيه الحكومة إلى تنويع العرض الموجه للشباب في التكوين المهني لإيجاد أفاق مهنية رحبة ومتوفرة مباشرة بعد الحصول على شهادة التكوين وأكد الملك بالحرص على الاستفادة من تعميم التعليم ومن الفرص التي يوفيرها التكوين المهني وكاد من البرامج الاجتماعي الوطنية وبموازات ذلك يجب استثمار كافة الإمكانية المتوفرة بالعالم القاروي وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية التي دعونا إلى تعبئتها قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي وأضاف الملك وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها لا تكفي لضمان النجاح لهذه العملية الكبرى بل لا بد من دعمها بمبادرة ومشاريع القطاع الخاص لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي وفي المهن والخدمات المرتبطة به وخاصة في العالم القاروي نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية